محمد صلاح سافر النهاردة إلى إنجلترا عشان يتلقى العلاج بإذن الله بإذن الله يا رب يا رب يرجع في نصف النهائي لما نسعد إن شاء الله لنصف النهائي والنهائي بإذن الله ويشارك ويشيل مع منتخبنا الكاس قبل ما أقول لكم تفصيلاً محمد صلاح لما اجتمع مع العيبي منتخب مصر النهاردة قبل ما يسافر قال لهم إيه عجبني الحالة اللي فيها جمهور كرة القدم في مصر قلت لكم لما اتقال إنه صلاح خلاص هيسافر لإنجلترا يتعالج هناك كانت فيه موجود غضب كبيرة جداً كبيرة جداً على صلاح من أول يوم وضحنا الصورة وقلنا المعلومات وقلنا ليه صلاح ما يتحملش هذه الحكاية من أولها لآخرة بحترم جداً جداً الناس اللي بتبقى غضبانة جداً وعندها رأي قوي جداً لما تعرف المعلومة وتفهمها وتقدرها وتشوف الوضع إيه فتبدأ تقول الرأي السليم مش هقول تغير رأيها تقول الرأي اللي ينطبق على هذه المعلومات أو يتطابق مع هذه المعلومات وفي ناس تانية اللي هي إيه يعني أنا هارجع في كلامي يعني أنا قلت صلاح ده مش بيحبه منتخم مصر وبعنى وهارجع في كلامي طب يا سيدي ما انت عرفت المعلومات كلها سليمة لا بس هارجع في كلامي طب يا سيدي ما احنا قلنا صلاح ده المنتخب هو اللي كان بيقنعه إنه يسافر أي يعني هارجع في كلامي طب يا حبيبي صلاح لما هيتعالج في انجلترا أحسن ما هيتعالج فيه كودفور ولو تعالج في كودفور مش هيلحق أي مباراة لو تعالج في إنجلترا ممكن ينحن معنا مباراتين يعني هرجع في كلامي ناس بقى ليه ايه تصر على رأيها صح بقى وغلق انا هتصر عليها مش هيب وراء مش كده طبيعي ممكن تقول رأيه وانت غاضب جدا حقك لو عرفت المعلومة اوزن رأيك اوزنه بقى وشوفه هو رأيه فاني هالتجاه عموما يعني اه في حال كمان فيه خنائة كده بتحصل خنائة قراءة يعني ايه اللي بيدافع محمد صلاح او اللي شايف انه محمد صلاح ما عملش حاجة غلط واللي بيهاجم محمد صلاح وشايفه عمل حاجة غلط اصحاب الرأي اللي على اليمين مع اصحاب الرأي اللي على اليسار بيخشوا مع بعض في خنائة وتراشق ليه يعني لما قلت رأيه في قصة دي وشفت بعض التعليقات بقى فيها هجوم بقى دا سأل ليه يعني انت قول رأيك يا سيدي زي ما انت عايز ويسيب غيرك يقول رأيه زي ما هو عايز والاصل الاصل في الحكاية كلها ان حضرتك غيور على منتخب بلدك وبتحبه منتخب بلدك اللي على اليمين دا واللي على اليسار دا غيور على منتخب بلده بيحبه منتخب بلده اللي على اليمين دا عارف قيمة صلاح حتى لو بينتقده واللي على اليسار دا عارف قيمة صلاح وهو يدفع عنه في النص بقى في محمد صلاح نفسه محمد صلاح بحسب كلامه يعني لا بيبص على اللي بيهجمه ولا بيبص على اللي بيدعمه فهو مش باصس لنا وإحنا بنتخانيه مع بعض على مين عليه هو مش مستهلة يا جماعة خلونا نسالي المنتخبنا وندعمه ونفرح به إن شاء الله يعني طيب محمد صلاح قعد مع اللاعبين النهاردة قبل ما يسافر وقال لهم التالي نقلا عن أحد اللي موجودين عشان ما تقوليش برضو إيه وانت كنت أعد معاهم نقلا عن أحد اللي كانوا موجودين في هذه الجلسة محمد صلاح قال لهم كلكم عارفين إن أنا ما كنتش عايز أسافر أنا هتكلمك إن أنا محمد صلاح بس ده الحل الوحيد علشان ألح أرجع وأشارك معاكم في البطولة دي تاني عشان الإصابة ما تلعدش سهلة زي ما كان متصور وبعد كده قال لهم كلنا لازم نقاتل ونتعب علشان الاتفاء والعاد اللي خدناه على نفسنا في أول تجمع لهذه البطولة لما قلنا البطولة دي بتاعتنا وهنموت علشان ناخدها أنا مسافر وكل سقة إن راجع تاني هنا بإذن الله قبل المباراة النهائية وقبل المباراة قبل النهائية وشارك معاكم ويكون ليا دور معاكم كفريق رائع فيما تبقى من البطولة عشان نعمل حاجة لمنتخب بلدنا وجمهورنا صلاح ما خلص لحد كده صلاح ما كمل قال لهم كلكم لعيبة كبار وزي ما قلت إحنا أفضل 27 لاعب في البطولة ولازم تكونوا عارفين إن الكورة والبطولة عايزانا المطشات اللي جاية هتكون غير اللي فاتت عشان المرحلة اللي جاية مرحلة اللي جاية يعني لازم فيها التركيز وجهده أكبر وروح أعلى وإن شاء الله إن شاء الله هكون معاكم على تواصل يوميا وهنتكلم قبل كل مطش وهبركلكم بعد كل مطش على تخطي كل مرحلة خطوة بخطوة بعد كده قال لهم أي حضرش اللاعب منا هيشارك هيقدر يعمل ويقدم كل المطلوب منه وأنا مش ألقان عليكم أنا عارف إن مسافر وسايب خمسة وعشرين راجل يشيلوا المسؤولات طبعاً تعارفين إن الشناوي كمان للأسف يعني أصيب بخلع في الكتف وهيسافر إلى ألمانيا وهيسيب هو الآخر المعسكر هلهم تاني وعاشر بقول لكم أنا راجع هنا تاني علشان ألعب قبل النهائي والنهائي ولازم تصدقوا إننا قادرين ناخد البطولة دي وكل المنتخبات الكبات الكبيرة مش إحنا بس تعصرت واتلغبطت فلازم ما نقفش كتير عند نتائج الدور الأول المهم دلوقتي نركز في اللي جاي خطوة بخطوة لأن البطولة بدأت دلوقتي بعد كده حجازي ونيني وترسجي باقي كباتن المنتخب تكلموا مع صلاح أو بعد ما صلاح تكلم يعني وتعهدوا مع باقي اللي عابين على الحفاظ على الروح الموجودة داخل منتخب مصر وبعد كده صلاح سلم عليهم وتوجه إلى المطار وسافر إلى إنجلترا رسالة تاعت محمد صلاح دي أو الكلام اللي قاله محمد صلاح ده لللعبين النهاردة هو كلام لنا كلنا مش بس لللعبين كلام لنا كلنا مش بس لللعبين بطولة معفراطة زي ما قلت لكم في الأول أفضل أقولها فيها حاجة غريبة وبالتالي انسى اللي فات انسى اللي حصل في الدور الأول عشان إحنا نجونا من الدور الأول ده دور غريبة أوش كمية المؤمنة غناء خرجت جزائر خرجت لسه فيه منتخبات تانية جبيرة وممكن تخرج فاحنا لسه بسكين في الأمل واحنا عرفنا نعدي الصعب أخيل لما أقولك إن الدور الأول ده كان أصعب حاجة إن شاء الله اللي جاي يكون أسهل من اللي حصل في الدور الأول ترجمة نانسي قنقر